طبعا أنا عايزة أسأل سؤال لما بنقول شيلوا من الولاد الموبايلز والشاشات وا 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 بحيث أنهم يقبلوا أكتر على القراءة أو يقبلوا أكتر على ممارسة الرياضة في بعض الأحيان في كتير من الأهالي بيلاقوا أولادهم مش قادرين يثبتوا نفسهم أو يحسوا بالمتعة أو بتحقيق الذات في الرياضة أو في القراءة أو أيا كان الحاجة تانية الأكتيفتي اللي هي الفيزيكل أو الحاجة اللي بتستهلك مجهود من الجسم هم عندهم عقل شغال بياخدوا كورسز كتير في الـ IT وما شابه فده هم عايزين يتفوقوا لما نيجي ناخد منهم السكرينز إحنا كده مش بنوقفهم عن التطور في حاجة ورد جدا أنها تكون هي ملكة الإبداع اللي عندهم يعني اسمحي لي يا أستاذة مننا أن احنا لا نأخذ الأمر إلى أي نوع من الانحياز بشكل أو بآخر ليه؟ كل مجتمع له خصائصه وإحنا عندنا حاجة اسمها الطب النفسي العابر للثقافات إذا أفاهم ثقافة كل مجتمع هل نعلم أن الدول الإسكندنافية وعلى رأسها السويد بدأت تستبدل التابلتس والآيباد بالأوراق مرة أخرى؟ أوكي ده في نظام التعليم الحكومي خدمات التعليم السويدية الحكومية تستبدل التابلتس الآن بالأوراق والأقلام أثرت على الإبداع عن الولاد وعالتفاعل؟ طبعا لأنه إيه اللي حصل؟ في وظيفة هامة في المخ اسمها اللانجوج اللغة اللغة ليست تعبيرا فقط بالكلام اللغة هي عبارة عن أن أسمع صحيح وأترجم وأنطق أن أقرأ وأكتب وأعبر إذا كنت بسموها لغة الجسد أحيانا؟ فأصبحت فكرة الوظيفة الكبرى التي تسمى باللغة ودي وظيفة محورية وهي إحدى الوظائف العليا لعقل الإنسان لو أنا جيت على الطفل وبدأت في أن هذه الوظيفة تبقى محدودة بمجرد أني أتاكتك فهو فقط التعبير الكتابي هذه واحدة والتعبير الكتابي بيحفز الإبداع بشكل عنيف فكرة الإبداع ومراكز الإبداع في المخل يحفز بالتحريك يدي إيدي اللي بتتحرك وبربطها بالحروف أو الأرقام أو 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 ده بيحفز مراكز الإبداع في المخل وبناء عليه هذه تجربة لدولة متقدمة بتقول أرجع خطوة وراء لأن اكتشفت أنه استبدال الكتابة الاعتيادية اللي من آلاف السنين ده غلط على الصحة النفسية وعشان كم لأني فئة عمرية بقى لكل الفئات العمرية حتى الخروج من المدرسة وكررتين توقف الإبداع وانحسار وظيفة اللغة أو تأخرها ليس في مصلحة أي مجتمع مهما كان طبعا